لك يا عطي المرور ورح لك من صوب المشور وصلم لي عالحبايب وخبرني بحال ونشوطة أهلا بقى افضل يا أهلا أهلا بقى العين الكحلة تحكت لك وردة تصار وقالت لك أهلا وسهلا تحكت لك وردة تصار وقالت لك أهلا وسهلا قاعد ما ساكن يا أهل الحالة انتو المحبي والحني رجعوا الحبايب يا ميت هالة بالراجعين بالراجعين خدني معك يا حبيبي يا حبيبي مطرح ملون الأزرق غاب نمشي سوا يا حبيبي يا حبيبي ع أرض الرملل فيها عشاك اللي بحبك خل المرايا طرقه سقبالي متل الصدى بركن ولا أمر يسبق خيالي واللي متلك بيهرفي حب ما قلبك صخر متل قلب بيك جوعته الأولاد واستعبدته الشعب تطرده غروركن وجيب كم كلمة هلوة تعتزير يا أستاذ الأبجة دي خفف لي هالعاصبين بيقولوا إنك معلم جينا لعندك تاني تعلم أهلا وسهلا فيك يا ألين لحود مرسي يعني ختمناها جينا لعندك تاني تعلم جيت لعنة تناخد منك أكدر كانت سنتك حافلة نحن عماش يارف نهاية السنة وبداية سنة جديدة شو أبرز النهرجانات اللي كانت السنة والأعمال يعني كانت بها السنة خصوصاً صيفاً أول شي بدي ألكم إن كتير مبسوطة أكون معكم وكتير مبساطة إذ وقت عرفت إنه حضرتك رح تكون وأكيد دعافة ومارسي كتير على اللي قلتي عني هلو سهلا حمد الله كانت سنة متل ما قلت هيك مليئة بالنشاطات وقت بيطلع شوية واحد لوارا بيقول إيف عملت كتير إشياء بس بيضل حاسس إنه بعد في كتير إشياء ما عملها أبرز أبرز الإشياء اللي عملتها رجعت طلعت مرة تانية عمهرجنات بعلبك كان بالنسبة لقلي إنجاز مرة تانية لأنه وقت طلعت أول مرة كنت صغيرة وكان لقلي مسؤولية رجعت حسيت إنه أدمن كبر بعلبك منظل صغار قدامها فأني أعمل مهرجنات بعلبك مرتين براصيدة الفنة بعتبر حالة حملة مسؤولية كبيرة مسرحيت بنت الجبل من بعد ما نعرضت لمدة خمسة شهور رجعنا عرضناها كمانا ببيروت لأنه في كتير ناس ما حضروا كمان لعبت دور بعتبره تحدي كبير كان لقلي على الصعيد التمثيلة والغنائة من بعد ما إما لعبت هالدور ونجحت فيه ومهرجنات بكل لبنان وحتى سفر وأي استحقاق أنا بعمله بحس إنه هو إضافة لإليه وتحدي جديد لإليه ومسؤولية بتنضاف على مسؤولياتي ألين خبرينا شو عن احتفالات عيد الميلاد التي شاركت فيها خاصة أنك في تحت بيت مري أنفات التي بدأت بـ 20 كنون الأول خبرينا عن الأشفاء بالتعاون مع بلدية بيت مري حبوا أن أشاركونا السنة بافتتاح المهرجين التي صار لهم سنتين بيعملوه بيعملوا مثل ما إذا بدك بأوروبا بينعمل مخشد نوال ونشاطات كثيرة للولاد وأنا عيد الميلاد بالنسبة لإليه يعني ديماً بيردني للطفولة ديماً بحس حالي ولد صغير كل ما بتجي الأعياد وأكيد وفاق الضغرة لأنه أغاني الميلاد والتراتيل وهالجامعة اللي بتحس إنه كل الناس بيصيروا قراب من بعض وبيحتفلوا بنفس الفرحة حبيت كثير إنه افتتح المهرجين وحمد الله كانت حفلة كثير ناشحة وعطيت كثير فرح لكثير من الناس ومبسطت إنه كان في كثير ولاد ومراهقين لأنه بعتاد إنه هنه أكتر شي بيحسوا بالعيد وبيحسسونا فيه يعني وين رح تكون يا عليلة الثلاث السنة؟ يعني عندك احتفالات أو احتفال واحد ولا أكتر ليلة الثلاث السنة؟ لا احتفال واحد السنة لأنه مع العجقة اللي عم نشهادة يعني والتنقلات الصعبة بلبنان رح كون بالمون جنرال بعنطورة هالمطرح اللي أنا بقول كان وجه خير علي لأنه لمدت ثلاث سنين أنا غنات فيه وفتح لي كثير بواب والناس كتير تعرفت علي أكتر بشكل مباشر حرف على شخصيتك أكتر؟ مضبوط بعد غايبة ثلاث سنين عن المون جنرال راجعة بس لليلة راس السنة لأنه عابلت أحتفل مع كل الناس اللي عابلوا أن يحتفلوا معي وبحسوا مثل ما قلت وجه خير علي إن شاء الله يكون هيك بيفتح لي على سنة تكون كمانا كلها خير ألينا عرفنا أنك عم تكتب فيلم عنوان وحانة الحلوين صح خبرين عنو طيبة صرت خاف أحكي عنو لأنه قدما الناس بيسمعوني عم بيحكي بفكروا أنه أنا وصلت على المريخ بالفيلم يعني الفيلم بلش هيك بحلم أنا بحب الموسيقى كتير وبحب السينما يلي هن اختصاصي أصلا حبيت إجمعهم مع بعض ما فينا أقول أنه الفيلم غنائي بس في عنصر موسيقى موجود يعني طاغي وبلشت تطور معي الفكرة صرت تفوت بأيبوك معينة بعدين صرت تفوت بحبكة شربكتها شوي على حالي وقفت فترة كتابة لأنه معت عم تجمع أفكاري كتير وبعدين قلت لأ بدي أتحدى حالي وبدي أعمل هالفيلم بلشت اكتب إذا بديك هيك سينوبسيس يعني ما فينا أقول أنه خلصت السيناريو وسافرت عاميركا سنة الماضي في أحد الصديقات لقالي هي منتجة من أصل لبناني ولكن مقيمة بالولايات المتحدة صار لثلاثين سنة هي هيك بتخاف علي وبتبع لي كتير أخبار قلت لأ شو عم تعمل قلت لأ صراحة أنا كاتبة فيلم بس أنه ما رح أسترجع أحكي قدامك قال لا احكي عم بحكي وعم خبرها قلت لأ اوه هيدا بده إنتاج من عنا يعني هيك كانت ردة الفعل قلت لأ أكيد بتمنى هلأ ما عمقول أنه صارت ومضينا بس الرؤية هيك الرؤية هيك وصراحة إذا من عمل هيك الفيلم فضل ما أعمله على أنه ضحي فيه رح يكون إليك دور فيك تمثليا ولا فقط كتابة وشو عن الإخراج لأنه برا إجمالا الكاتب أحيانا بكونه بنفس الوقت المخرج مظبوط وهذا الشي اللي أنا عبالي كتير ركز عليه بالأول وقت كتبت الشخصية الأساسية حصيت حالي أنا أدري ألعب الدور لأنه أنا عم بخلق على الشخصية بعدين حسيت أنه أنا اختصاصة بالجامعة إخراج وتمثيل وصار لي من وقت ما تخرجت يعني عملت ثلاثة أفلام قصيرة ومعت عملت شي قلت لأ ساعتها أنا بكتب وبعمل مثل ما بيعمله برا الكاتب بيكون هو المخرج لأنه دايما الفيلم بتحس بيشرف علي يعني من أول كلمة لتنفيذه فقلت ساعتها لأ بضحي يعني ما بدي أكون أنا نية وأعمل الشغل تاني بعمل كتابة والإخراج وبيكون البطولة لحدا تاني وهلأ حدرتك موجودة معنا معقولي ما نسمع منها أغنية أو أو أنا أبن فيها أطلق أنا أتمنى أي تفضل كمان شي ميلادة لأنه نحن وعينا على صوت سلوى بتردم وبترنم للميلاد بقى شي ميلادة أكيد من صوتك تبذلي نفكر في شي معيان ولا حي الله وهلأ أكيد فينا ما تباركي لرأس السنة عيد الدنيا رأس السنة أما ما بعرفها هيدا طيب شي للميلاد لكن أي شي للميلاد أوكي اليوم يوم جديد تحكي لي يا أيامي اليوم يوم العيد والفرحة عم بتزيد غنوا يا ناس عم تولد نجمي جديدي وصلوا يا ناس تيخلص كل الناس حبيبي يا يسوع ضل بقلبي يا حبيبي صديقي يا يسوع ضل بقلبي على طول حبيبي يا يسوع ضل بقلبي يا حبيبي صديقي يا يسوع ضل بقلبي على طول شكرا علينا علينا تعالى معنا نحكي عن الميلاد وأجواء الميلاد كيف عضيت ليلة عيدة الميلاد مع ميين وكيف كانت نحنا الميلاد دايما مع العيلة والسنة حمد الله كنا مجموعين تقريبا كلنا لأنه دايما كل سنة بيسقب حدا مسافر حدا يعني مشغول حدا مع أصحابه السنة اجتمعنا كلنا عند عمتي بابو كنا كله ولاد العمات ولاد العم يعني كنا كلنا سوا ولأول مرة حصيت يعني مع غياب أكيدة اللي تركونا قردي إنه مع هيدا وكله كأنه كانوا موجودين فكانت جامعة عائلية بامتياز وخاصة نحنا يعني ولاد العمات ولاد العام كنا لنا فترة ملتقائنا لأنه في ناس مقيمين برات لبنان وفي القسم الأكبر اللي موجود هون ما منلتقى ما منلتقى غير بمناسبات كتير قليلة فالسنة الميلاد جمعنا عن جد وحسينا إنه كنا عائلة وأنا بحس الميلاد إنه برات إطار العائلة بيبطل إلو معنا قالين يعني أنت سليلة عائلتين فنيتين يعني الأطريب والحود أدابي هيدا بيرتب عليك مسؤوليات يعني أنه بدك تحمل عائلتين مش عائلة وحدة يعني صح مسؤولية كتير كبيرة وأنا بقل لهم هيدا مسؤولية بيتحملها واحد قبل ما يجي على الحياة لأنه بيورتوا إياها يعني صحي هي سيفزو حدين أوقات كتير بيكون إلها إشياء حلوة رد يتفعل للناس يمكن بيتطمنوا اللي بدي يشتغلوا معك أنه أنجي من باكجراوند على القليلة منا دخيلة وأوقات بتتحاسب عليها يعني أقل غلطة تصير ممنوعة عليك أنه لأ عائلتها يمكن اشتغلت على مستوى معين ممنوعة هي تعمل شي بشوه صورة العائلة بس أنا حمد الله يعني بيعتبر أنه مسؤولية بس حلوة بيحملها بفرح وبتعلم كل يوم منها بتعلم من شو قطع بحياتي من الأشي اللي شفتها من اللي عملوها أهلي قبلي من أغلاطهم يمكن حتى تمقنة كررة مع العلم أنه بيتلحوض أصلا عائلة سياسية بس أنا بقول بالوقت اللي نحن هلأ عايشين وحمد الله أنه ما كفوا يعني بالمسيرة السياسية وين بتحسي حالك أكتر أليين لما بتكوني مثلا مع عماتك بعدك بتحسي حالك مثلا أنت بعدك صغير الأليين للمضلة لصغيري ولا بتشوفي قد هني بيشوفوا فيك أمال كبيرة بيحملوك مسؤولية وين كيف بتشوفي بينظرولك وانت وين بتلاقي حالك حب تكوني لك عائليا بعدني بنظرون أنه بنتخيهم أو رابطهم أو هالبنت الصغيرة اللي بيخافوا عليا والبيمونوا عليا بس بذات الوقت بتحسي أنه ما بيرحموني يعني بالإشاء اللي أنا بعملها دايما نظرتهم لإلي أنه اللي عملتي أورادي بديك تعملي بعد أحسن ما بديك تكتفي باللي وصلتيلو دايما يعني بيراقبوني بيتابعوا كل شي بعملو بيفصلوا من الناحية العاطفية بعدني بالنسبة لقلون ألين يعني اللي بيغنجوها واللي بيمزحوا معها واللي بينسوا مني إذا بديك برات إطار الأضواء بس وقت الموضوع بيتعلق بشغلة ما في مزح يعني بيعرفوا قد أنا أخذي شغلة على محمل الجاد وهني كمانا صارمين لأنه نحنا بما أنه الشغل صار بالعائلة أنا يمكن ما اشتغلت مع العائلة غير بنت الجبل بس بما أنه هني على مدى كلها سنين اشتغلوا سوا أساسا ما في رحمة بين بعضهم يعني ما في مونة إنه لأنه منقرب بعض يعني منستر عبعض لا في أساوي بقى وقت بيتعلق الموضوع بالاحترافية بيفصلوا مع العاطفة بنا كمان نسمع منك شي كمان شي أغنية هلأ شي من بنت الجبل آه من بنت الجبل أوكي أغالي سيدة سلوى نعم موسيقى ما إنسى الناس والناس العرفوا اللاموني وشربت الكاس وكسرت الكاس خبيت عيونك بعيوني خبيت بقلبك أسر عري يا ساكن ليلي وانهاري ومهما الحبايب سألوني خليك بقلبي وعيوني خليك بقلبي وعيوني تحية لروحة الراحلة الكتير سلبة الأطريب أدي هيدا الشي بحملك مسؤولية أنت بتعرف أدي الجمهور بحبها بحب أغنية تركت لنا قرص فن كتير مهم وعظيم وأنت بدورك هلأ حاملة هالراية وبديك تنقليها من جديد على طريقتك أدي هيدا الشي بحملك مسؤولية أدي بصير في مقارنة شو بتسمعي صعب كتير وحلو كتير لأنه أنا اكتشفت عن جد محبة الناس لسلوى بعد رحيلة كتير لمستو بعرف وقتا كنوا يتلاقوا فيها مثلا بالأماكن العامة كيفيركدوا عليها بس من بعد ما رحلت جسديا وعيت أكتر على محبتهم إلا ووعيت على هالشي من بعد ما بلش تتجدد أغنية من عدة فنانين وخاصة وقت اللي انطرحت فكرة أنه بنت الجبل إذا بترجع بتنعمل وبيستفتع عمله يعني روميو لحود كل الناس صوتت لبنت الجبل حملني هيدا الشي مسؤولية وبذات الوقت فرحني فرحني لأنه سلوى الأطريب قريبا بيصر لتسعة سنين غايبة وبعدهم لليوم الناس بيحكوا عنا كأنها موجودة كأنها مبارح هيدا الشغل كتير بتفرح لقلبي بذات الوقت بتحملني مسؤولية لأنه بقول مثل ما نجحت أمي بدون ما أكون أنا عم قارن حالي فيها لأنه ما بتجوز المقارنة يعني لا بالخبرة ولا بالاسم أنا بعض طريق كتير طويل قدامي بس بتعلم إذا بديك من المبادئ اللي هي ربتني عليها وبجرّب أمشي على على هيد الخطوات تظلني محافظة على المستوى ذاته وتظلني إذا بديك عم قوم بالأعمال أكان يتلقلها أو خاصة فيها تكون عند حسن ظن العالم بقدر مستطاع يعني قليم منعرف أنه أنت معك يعني اختصاص أكتين كوتش صحيح بقى أنه بتستخدمي ما بتستخدمي بالدربة يعني في كتير ما بيعرفوا أنه هيدا شهيدا أنا دوم الدراستي بالإخراج والتمثيل أجينا أستاذ من فرنسا عطينا دراسات بكيفية إدارة الممثل ونحنا اليوم بينقصنا هذا الشي هلأ إذا كنت بموقع المخرج أكيد هذا الموضوع كتير رح استفيد منه أنه دير الممثلين بدي أشتغل معهم لأنه نحنا بتنقصنا هذه الظاهرة إذا بدك أو هالمهنة بلبنان أنه تتطبق المخرج مش دايماً بيدير الممثلين ويمكن حركة الكاميرا بتهمه أكتر وإذا ما كان هو الأكتن كوتش لازم يكون فيه أكتن كوتش على ساتة التصوير ما بينطقس من الممثلين أبداً بالعكس هذا الموضوع أنا بتمنى أنه يصير رائج أكتر وأنه نسمع فيه أكتر بيه مسلسلاتنا وبفلومتنا وحتى أكيد على المسرح لأنه كل الممثل قد ما يكون بارع بيمطرح معين جوع بالتكرار فمش غلط يكون فيه شخص ورا بأمريكا وبأوروبا موجود كل ممثل عنده الأكتن كوتش تابعه فأنا بتمنى أنه هيدا مهنة بحب كتير أني أقدر أقدر مارسها وهلأ بدي أفتح المحترف بدي بلش بالمحترف المسرحي طبعي للمراهقين خبرين عنها أكيد هلأ بنصف كانون الثاني إن الله راد في مطرح اسمه فيلا ست دي سات هو للمراهقين وللأطفال بيعمل احتفالات إجمالا أعياد ميلاد قررت صاحبته نتاليا عبد النوريا اللي بوجهه لها تحية إنه تفتح محترف للمسرح للمراهقين من عمر 10-12 إلى 17 سنة وطلب يتمنى إنه يوم بها المهمة وحبيت كتير الفكرة لأن أنا كتعلم مسرح قبل بالمدارس قلت أنا هلأ عبالي إنه هذا الجيل الجديد يتمرن صح إذا عباله بيوم من الأيام يفوت على هالمجال ويمتهن التمثيل إنه يكون تأسس ولنه بشكل صحيح وإنتي بتكون قريبة منهم أكيد كامانا أكيد بخبرتك إن شاء الله وشخصيتك المهدومة ألين عرفنا أنك عم تكتبي فيلم سينما ليه ما تجهت صب كتابة الأغاني ومنعرف أنه كان عندك محاولات كتابية خجورة لما كنت صغيرة ليه ما تبعت فيها لأنه كتكتب بالفرنساوي عندي سهولة أنا أعبر بالفرنساوي أنا بفكر بقلهم بفكر بالفرنساوي فوقتها بكتب بتصبط معي أكتر بالفرنساوي نعم وقت البلشت غنة عربية أكتر صرت تقول أنه إذا أنا بدي أكتب أغنية يمكن الآفيات ما تكون صاح يمكن الجمل الموسيقية ما تصبط مع أنه عندي كتير أفكار فأجمالا وتيكون حدا عم بيقلف غنية بكون أنا موجودة على خلق الموضوع بحب أنه شارك بالفكرة بس ما عندي موهبة أني أقدر أكتب أصيدة غنائية يعني ما بحس أنه وصل طلة هلأ يمكن بيوم من القيام تصير ما بعرف لأهلأ ما مبدأ أتعدى على المهن لها السبب رحتي على The Voice Frensa يعني لأني بالفرنسا والفرنكوفونية أكتر من العربي لا أنا رح تغنيت عربي بس أنا رحت على The Voice Frensa لأني معروفة بلبنان ومعروفة نوعا ما بيكن بلد عربي فحسيت أن مشاركتي بThe Voice العرب رح تكون شوي أنه أنه ما رح ضيف شي للبرنامج أنا الناس رح يقولوا أنه فيها تطلع يمكن ضيفة أو فيها تطلع أنه بينما بفرنسا ما حدا بيعرفنا يعني ورحت فعلا كحدا عم بيشارك أنه ودي أعطتك زيادة أنه وهاي إطلالة خارجية من بلد يعني فرنسا عاصمة باريز عاصمة عالمية يعني طبعا أعطتني كتير وخاصة أن أول شخص بيغني باللغة العربية على قناة فرنسية يعني حتى ألوها بوقتها أعطتني كتير فتحت لي كتير بواب عرفت الجمهور الأوروبي والجمهور العربي علي حتى في كتير بلبنان ما كانوا يعرفوني تعرفوا علي أنا بعتبرها تجربة صحيح ما كانت طويلة بس كتير فدتنا خلتنا أكتشف حالي أدي بحب المغامرة لأنه أنا تركت كل شي يعني قلت أنا يمكن رح أقعد سنة وسنتين هوني كما حدا بيعرف وحملت حالي تركت كل شي الشهرة والشغل والكل شي أسستو وحملت حالي ورحت لأنه بحب المغامرة وبيعتبر مهنتنا فيها شغف وفيها مغامرة ومني أبدا ندماني بالعكس وفيها إيجابيات وفيها سلبيات ولكن تفاجأت أنك ما قدرت يكملت الطريق أكيد كنت مفاجأة لأنه كانت مفاجأة لأنه نحنا كجمهور لبناني وعربي بشكل عام تفاجأنا لكن كانت مفاجأة خاصة من الأصداء اللي كنت عم بسمعها حتى هونيك أنه هاي اللبنانية الناس كتير حبينا أكيد واصلة لمراحل بعيدة هلأ بالنتيجة هاي لعبة يعني وباللعبة في خسارة وفي رباح ومتما قلت مغامرة إيه وأنا قلت يعني أنا بقول شغلي وبعدني اليوم كررة أمي علمتني على جملة ما بنسيها بحياتي بالأول ما كنت أفهمها لحديت ما بلاشت تحس فيها كانت تقلي يوم لألك ويوم لغيرك وعا تخلي هيدا شيء أثر عليك على عزيمتك ولا على سائتك بحالك فهيدا الموضوع أثر علي بلحظتها وبعدين اعتبرت أنه مخلص شيء أنا بعد عندي كاريير وببلده عندي شغلي وبالنتيجة فرصته للواحد بديو يخدها ما في مجال يعني هون ولا برا هل حرجتك تبيب العربي أغاني ولا شو؟ هلأ عم بكتب أفلام ومو سلسلات هلأ خلينا فيهم إذا حسيت أنه بقدر عن جد أعمل غنية هيك موضوع ألزيز وتركيبة جمالة حلوين ليش لا؟ وعنديك فكرة عن تلحين أو بالتلحين ايه عندي لأنه كنت لحن على السمع كتير يعني كنت عندي بتذكر كيبورد جيبين ليك انو هدية أهلي كنت لحن كتير بحس حتى بالتوزيع عندي فكرة هلأ من الدرسة توزيع وما بدي أبداً أتعدى على الموزعين بس دايماً وتيكون في غنية بصير هيك زيدة عليها أنا جامات أنا وعم غنية بصير يقولولي ليه ما بتوزعي هلأ فيه يعني فنان يعني ابن عمشيت تقريباً يعني فنان شامل مروان خوري كمان بيكتب وبيرن وبيلحن بركي بركي بتمشي على نفس الطريق ايه وغنانة جيو أنا ومروان فما حدا بيعريك بس ما بدي تضارب على ليلة أكيد تحيي للفن الكبير كمان أكيد مروان خوري واصل هي مسرحيتك مع جابريا اليمين يلي نحنا مثل معرفنا أنه ألغيت تأجلي ولا تأجلي تأجلي خبرين عنا هي ستند أب كوميدي رح تكوني هي مش ستند أب كوميدي وهيدا الفكرة الفكرة أنه إذا بدك تسوان وومن شو بس هي مسرحية قصة نعم امرأة ناطرة ما منعرف شو ناطرة وبتخبر بهالوقت معانيتها بالحياة بس بطريقة ساخرة يعني هل منسميها كوميدي نوار يعني منسخر على الشيء اللي بيوجعنا منضحك في العالم بس هو فعليا رسالة بتبكي يعني المضمون بيبكي ولكن الأسلوب والإطار اللي عم تتقدم فيه مضحك فهي منها أبدا ستند أب كوميدي هي مسرحية ساخرة ساخرة وأنا لوحدة فيها على المسرح قدي هوني صعبة يا سبك أستاذ يا سبك أن تكوني لحالك متفردة على المسرح كتير الحفظ والتفاعل مع الناس مع الحضور هيدا أصعب شي صح يعني أنا هيدا من الأشياء اللي عبالي أتحدى أنا معروف عنه أنه بحب أتحدى حالي كتير وكل فترة بقول بدي أعلي السقف أكتر لأنه اللي عملته لازم أعمل بعض أقوى منه فمن بعد بنت الجبل كان عندي كتير صعوبة نعرض علي كتير أدوار رفضتها كلها مش تكبرا بس حسيت أنه من بعد بنت الجبل شو بدي أعمل بدي أعمل شيء يكون أقوى هل قدي أدمتي لأنه شيء عمل كبير وضخم أكيد وشخصية كانت صعبة ومركبة وقدرت أفصل مع شخصية أمي فواصل بالنسبة لقلي كان يتشيل وحيد اللي ممكن هكي كمانا تلاجم هو الرابط يعني هلأ الوركشوب خبرتنا عنه في أشياء تانية عم تحضريها غير يعني على التدريب هلأ الوركشوب كتير محمسط له لأنه بدي أكتشف جيل جديد بدي أشوف كيف رؤيتهم للتمثيل وكيف أنا رح أتفاعل معهم في غنية كمانا عم نحضرها غريبة شوي غريبة من نوعها اسمها شيلو هي بدوية بس بإطار تكنو شوي هلأ تقدر سمعينها شوي لا أبدا ما فيه أبدا ممنوع مفاجأ يعني إيه مفاجأ بس بدي أوجه تحية لندر خوري الفنان والملحن يلي لحن هالغنية غنية من كلمات مروان مزهر غنية نعرضت علي من كذا سنة بس السنة حسيت أنه عبالة صرت جهزة صرت جهزة أنا استيلة كتير غريب كتير إكزوتيك مجنونة الغنية يعني مجنونة وأنا بحب القصة الكتير كلاستيكية فقلت لازم لازم أنت رحتاج لي قريبا إن شاء الله على السنة جديدة الله رض نتمنى لك سنة تكون حافلة بالإنجازات والمشاريع وتكون إيجابية على كيفة الأسعدة نحن نشكر حضورك معنا لفنانة أليم لحود أكيد تحييتنا ومعايدتنا لكل أهل لحود وأهل كمانا أطريب أهلا وسهلا فيك وكل سنة وأنت بألف خير وأنتو بخير مرسي كتير يا أهلا